اشتركوا في القناة وإلى أن هذا الانجاز يعد مثالا للرعاية التي تحظى بها الرياضة البحرينية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن حصول فريق إكسرد البحرين على اللقب يعكس مدى تطور الرياضة البحرينية في المشاركات الخارجية في مختلف الرياضات والألعاب وهما يكون حافزا لموصلة تقديم كامل الدعم لمختلف الرياضات لعكس الصورة المشرقة للرياضة البحرينية في المشاركات الخارجية مشيرا سمو إلى أن مملكة البحرين تعرف بتاريخها الطويل والحافل في دعم ورعاية رياضة السيارات انطلاقا من استضافة المملكة لجائزة سباق الفورميلة واحد منذ العام 2004 حتى يومنا هذا وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الجهود الكبيرة التي بذلها فريق إكسرد البحرين في السباق دلالة واضحة على حرص الفريق بالتاع على حرص الفريق لعكس الصورة المشرقة لرياضة السيارات في مملكة البحرين وأن هذا الإنجاز سيكون حافزا للفريق في المشاركات القادمة خصوصا أن بطولة رالي دكار التي وقيمت في السعودية شهدت مشاركة مهسعة من مختلف دول العالم وعراب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره لفريق إكسرد البحرين وسائقي الفريق كارلوس ساينز ومساعده لوكاس وأيضا البطل ستيفن بيتر هانسل ومساعده السائق باولو فايوزا وحرصهم على تقديم أفضل المستويات وتمكن فريق إكسرد الذي ترعاه مملكة البحرين من الفوز عن جدارة واستحقاق في أول سيارة المطورة ومبنية ذاتية من طراز ميني جون كوبر ووركس وميني جون كوبر ووركس باقي وقد انطلق السباقه من مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر وانتهى في القدية ليقطي مساحة 7500 كيلومتر على مدار 13 يوما وقد مر السباق على العديد من المواقع التاريخية والثقافية المهمة في المملكة بما فيها موقع العلا المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي